طيب، نادي الزمالك النهاردة كان عنده مشكلة في إيه؟ نادي الزمالك النهاردة كان عنده مشكلة في كذا حاجة حاجة الأولانية وهو أنه ما بيدغطش ما فيش حد بيدغط لاسترجاع الكرة سواء دونجا دونجا الوحيد اللي كان قادر يقوم بالدور ده بقوة كبيرة جدا كانت المشكلة اللي موجودة قداماً السلاسي الأمامي سواء الجزيري أو الشيكابالا أو زيزو ما كانش في حد بيرجع يقوم بأدوار دفاعية قليل شوية غير زيزو فبالتالي كان فيه مسافة كبيرة ما بين التلت الهجومي وما بين نص الملعب وما بين المساكين بتوعنادي الزمالك بالضبط ما كانش فيه رابط ما بينهم فكنت دايماً بتلاقي إن الزمالك لعيب لما ياخده الكرة ويجي يروح فيه فيه صحرة ما فيش حد جنبه ومش قادر يلعب لحد فبالتالي لعيب إن هو عاوز ياخد الكرة ويعدي لحد ما تتقطع نشوف مثلاً هنا نادي الزمالك هنا دي الكرة الوحيدة تقريباً اللي ضغط فيها على دي الحالات بتاعة الضغط بتاعة نادي الزمالك أعتقد أيوة بالضبط هنا شوف هنا نرجع للكرة دي من الأول مع لش تقريباً دي من الكرة الأولائلة اللي نادي الزمالك قدر يضغط فيها هنا الكرة تقطع في نادي الزمالك مفروض هو دلا باكلمك عليه الضغط العكس شوف هنا دونجة عمل الضغط العكس يوه وحيدة في continue شوط المباراة الأول اللي هي الكرة الوحيدة اللي دونجا قدر إيطاحها واللي نادي الزمالك عمل فيها الضغط العكس زي ما بيقولوا واللي تروح للشيكابالة عشان يشوت واحدة من أخطر الفرص نادي الزمالك في الشوت الأولاني نشوف برضو هنا نادي الزمالك الضغط على النادي هنا أصوان مع الكرة ولكن هنا بقى بص شوف الراجل هيمشي مسافة قد إيه ما فيش أي ضغط ما فيش أي ضغط الراجل ماشي من أول المبران حد دي الكرة كتخطر جدا دي كتفي أول الشوت الثاني لو نرجع تاني معلش الكرة دي للأول لو نرجع معلش الكرة دي للأول سريعا بص هنا الكرة تقطعت الرجل مع 14 دي من أحمد بالحجل بص الكرة بيجري منين من نص الملعب بتاع النادي أصوان بيجري مفيش حد ضغط عليه مفيش جناح راجع مع الباك فبالتالي تتحرك في ظهر الدفاع في العمق كالعادة وهي مشكلة الزمالك بقاله فترة وهي عمق الدفاع نفس الكلام هنا كرة بتضغط من عند نادي الزمالك بياخد الكرة ده هنا بقى معلش عاوز أرجع وقف لحظة واحدة نرجع قبل الحالات دي نرجع على سيف الجزيري في مشكلة كبيرة جدا عند النادي الأهلي ونفس المشكلة دي موجودة عند نادي الزمالك وهو القرارات الغريبة اللي أشبه بمواقف وطرائف من مهاجمين بحجم نادي الأهلي نادي الزمالك النهاردة سيف الجزيري كان خيال ما أتى في المباراة ما بيقومش بأي دور في المباراة تماماً وكرة كلها اللي بتجيله بدل ما يكون هو بيقوم بدور المحطة الراجل بيفقد الكرة بشكل واسلوب غريب زي ما يكون مش عارف يستلم الكرة أنا جيب له أربع علاقات فقط هو لمس الكرة ست مرات في المباراة لمس الكرة أربع مرات فقط بس اللي هما اللي أنا جيب لك عليهم إنه هو قد إيه هو كان سيء بالظبط هي دي آخر حاجة في مباراة الزمالك نكمل الكرة هنا نادي الزمالك ده في الشرط الأولاني بيحاول يطلع بالكرة بيطع الكرة هنا دونجا بص استلام سيء جدا والكرة بتروح لأصوان بمنتهى السهولة ومع إن هيكت ممكن تطلع بهجمة كويسة لنادي الزمالك هنا نفس الكرة برضو إمام عشور بيحاول يعدل واحده بص هنا سيف الجزيري طباط بشكل كبير وقف قف بس معلش قف قبل ما الكرة تقطع منه موضوع بسيط جدا جدا أنا بلعب أهو فوشك أول ما استلم الكرة أهو فوشه فوشه زيزو تقريبا وفوشه ووف ناحية تانية شيكابالا تخيل أنت لو قد الكرة زيزو والشيكابالا طلع هكانت هاجمة نادي الزمالك ولكن تقطع منه وزعلان جدا إن الكرة مش فاول نشوف الحالة اللي بعدها هنا برضو اه ده زيادة جزيري بص بص اي ده يعني أنا نفسي أعرف بجد أرضية ملعب طيب هلا نلتمس العزر يعني للرجل لا 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 ما يفعش عيب انت مواجب نادي الزمالك مواجب نادي الزمالك يعمل كده يعني نرجع بالكرة تاني نشوف نشوف هو لا حد ضغط عليه ولا حد اشتبك معه ولا حصل أي حاجة يعني نبص الكرة عما تنزله تاني أنا عاوزك تقولي يا رجائي في أي حد ضغط على الرجل مفيش أي حد ضغط على الكرة معابه راحته خالص إيه ده بتعمل إيه كرة في قوت بشكل رهيب فيه كرة بعدها آخر كرة مخزون بدني أنا والله بحاول الكرة دي هو ده الكلام ده كان في ديها 55 أنا حافظ بالأرقام البقائية نشوف الكرة اللي بعدها هو زعلان قوي برضو مش عاب زعلان ليه نشوف الكرة اللي بعدها هنا بص بستلم الكرة في القوت ضايع كرة على الزمالك دول أربع القطات كفيلين يعرفوك برضو يعني فيه أزمة قد إيه كبيرة في نادي الزمالك وأن النادي الزمالك عنده مشكلة في رأس الحربة وحاجات زي اللي بعملها سيف الجزيري دي ممكن تباوز تاكتكس ممكن تباوز التقوى بالكرة بالزبط كده فالنادي الزمالك بيفقد الصدارة مرة أخرى ولكن لسه بدري ولسه هيحصل مطبط كتيرة جدا جدا